أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف كاظم أبو خلف أنهم يسابقون الزمن لوقف انتشار مرض شلال الأطفال المنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة شدد أبو خلف على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة لتنفيذ إجراءات التطعيم ضد مرض شلال الأطفال وأشرت المنظمة إلى أنه تم إدخال مليون ومئتي ألف جرعة من لقاح شلال الأطفال إلى قطاع غزة وذلك ضمن حملة تستهدف تطعيم أكثر من 600 ألف طفل في جولتين